في قوله تعالى إن أراد النبي أن يستنكح يعني يتزوجها إن أراد فالما الضعب أترك لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكما قلت لكم بعد نزول هذه الآية لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بألهبة خالصة لك من دون المؤمنين بنأكد أن هذه المسألة خاصة بسيدنا النبي منحة من الله لنبيه كرامة من الله لنبيه بس مش حاجة تاني والله يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيستعمل هذا الحق الذي أعطاه له استعمالا حكيما أنا أسف جدا لو ربنا الدهلنا كعموم مؤمنين بنت ماشي في الشارع مش عارفة مصلحتها تقابل واحد يعجبها ولا واحد ركب عربية مش عارفة إيه تفكر وغني ولا كذا ولا أنا أسف جدا لها يعني عندها طاقة ولها شهوة فتقولي واحدة نوهابتك نفسي عشان تقضي وطرها وانتهى الموضوع مش كده واحنا نستعمل معضو غلط احنا مش النابي وما احناش حكماء زي النابي ولا اللي ابتهى بنفسك ليه أياتها المرأة مثل النابي ده مرة بنتي بتقولي أبيها كيف تسوغوا فيه معنى الكلام يعني لامرأة نفسها إنها تهى بنفسها لنا قالت لها هي أفضل منك تخيلوا الراجل بقولي بنته هي أفضل منك كنها تغلغل حب النبي الكريم في قلبها حبا مطلقا مش بس حب نبوة وحب كمان رجل وأرادت أن تكون له خادمة ومطيعة وزوجة من غير كلفة ده في حد زياته يدل على أنها يعني أفضل منك هكذا نظروا إليها فالكلام ده لما هتعملوا مع سالم سالم ما يستحقش سالم ما يستحقش صد ما يستحقش وهيستعمل موضوع غلط فنيجي وقولي المرأة لأ مش أنت اللي تنزيل بمستواكي وتقولي الواحد أنا عايزة أنا وهابتك نفسي ده حتى لو عايزة تتجوزيه هيبقى فيه حد في النص في ولي كمان يتكلم عنك ده احنا بنرفض والشريعة بترفض إن الست بنفسها تتكلم في الموضوع ما فيه راجل يتكلم فيه رجل فيه ولي أمر يدرس الموقف ويقول وحكيم ويبقى فيه مناقشة وفيه حقوق وواجبات إلى آخره عشان كده المسألة كانت خالصة لسيدنا النبي ما هيش مباحة لعامة المؤمنين وخلي بالكواب في اللي جاي لما يقول ربنا غلق قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم أيها المؤمنون كلكوا عارفين إن ده حق خالص للنبي ما هواش ليكم وإنتوا عارفين إنتوا لما تحبوا تتجوزوا تتجوزوا إزاي ما غيرناش في الشريعة ما غيرناش في النظام النظام بس متغير للنبي في الحتة دي الشريعة في الحتة دي للنبي فقط إنما أنتم لا الواضحة طبيعي تتجوزوا الجواز الطبيعي تتركوا الأبواب وتروحوا للولي وتقدموا مهور ويشهد على هذا الزواج إلى آخره فأنا بكرر الكلام دا ليه عشان ما فيش واحد وواحدة في التليفون يقول لها زوجيني نفسك واللهاب لي نفسك تقول لها وابتك نفسي واستبيحوا الأمر لا لا دا حتى ربنا بيرد علينا هو قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم الشريعة اللي احنا حطناها والنظام اللي احنا حطينه في الجواز ما تغير شيء الحالة بنتكلم عنها دي خاصة بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أما أنتم أيها المؤمنون فالوضع كما هو لم يتغير قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج الله الله أنا ما بقف قدامي الجملة دي وأمثالها بغبط سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني بكأنه ربنا بيقول له ما تكسفش أنت ما عليكش حرج أنت تتكلم مع الناس وتعمل اللي أنا بقولك عليه والحرج مش عليك الحرج التضييق أن نبقى بعمل حاجة وأنا مستحي أن بعمل حاجة وأنا خايف بعمل حاجة وأنا الآن لأ لأن ده أمر ربنا وشرع ربنا ليك ومدام بتعمل شرع ربنا فما فيش خوف ما فيش استحياء ولا حياء من شرع ربنا سبحانه وتعالى فالله رفع عن نبي عليه الصلاة والسلام الحرج في هذه المسألة وبيطمنه بقوله حتى لو وفقت إنك تتزوج امرأة بالهبة فلا حرج عليك ومفيش حد يلوم عليك لأن الله سبحانه وتعالى قد أباح ذلك لك وكان الله غفورا رحيما أسأل الله تعالى أن يشملنا بعفوه ورحمته ومغفرته وأن يديم علينا نعمة الستر والتوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين شكر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله اشتركوا في القناة